بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم هنا ازاي اوصل سريم كارد بتاعتي على اليلازتك بتاعي سواء كان ايزابيل او حتى يو سي ام بتاع جاند سريم عندي اول حاجة اول طريقة اللي هي سهلة قوي عندي ان انا بشغله لانه لين عادي خالص انالوج عندي في الترامك اللي عندي اللي هي الخطوط اللين العادية بشتغل معايا لانه خط انالوج عادي بس في الحالة دي جماعة بمحتاج الكونفيرتر الكونفيرتر من سيم الانالوج ده سواء كان الكونفيرتر عادي او سواء كان الديفايس اللي احنا هنشوف في الحالة دي بيخوش على جيت وي اللي عندي في المثال ده انا شغال على جاند سريم وهو قادي اللاين بتاعي اللاين رقم 8 هو ده خط انالوج عادي داخل عليه هو في الحقيقة شريحة موبايل حاتيتها في الكونفيرتر تمام بتحولي خط انالوج عندي بشتغل عليه عادي خالص ومن الكونفيرتر على جيت وي بتعامل ما ليش دعوة بالسيم كارد خالص ولا اي شغل عليها تمام هو ادي اللي لست بتاعي اللي هو تمام دي اسهل طريقة عندك ومش هتحتاج منك مجود وادي مثال عليها على الكونفيرتر بتاعي اللي بنشتغل عليه تمام نحط عليه فيه الشريحة ونشتغل الطريقة التانية اللي هي وناس هي ما سألت عليها ده الجهاز ده جماعة احنا بنحط جواه الشريحة نفسه جهاز جتوي في حد ذاته اهو فيه فيه بتاعتي اللي احنا هنشتغل عليها انت شغل فان وبلد تمام اه دي هتلاقي جواه الحاجة بتاعتكم طبعا فيه العادية بتاعتنا اهم حاجة بقى عندي هنا تمام اول حاجة بازباطه ان هو يشتغل ترنك معي بقول له بتاعي بتاعي باخده اهو ادي بتاعي هو ده حيبقى بالنسبة له رحيحول له المكالمات باخده احطه هنا عندي طبعا لو عندي كزا فبحط بتاعتها بالكامل الترنكات بتاعتي بسميه اي اس ما انا عايزه الكنفريقشن عليها لو انا عايز احط له اي دي مسلا حدثه في المسال ده نفس الرقم عشان بينه من الجتوي نرجع لليو سي ام بتاعي خلاص انا كده حضرت الشغل هنخش على اليو سي ام بتاعي هنخش على اليو سي ام بتاعي او الاستك بتاعي الشغل العادي بتاعي ابدأ اعم عليه الكنفريقشن كمان لشان بتاعي لشان ايه يشتغل معي او او انباوند معي هنخش عليه عادي بريزن امور باسورد بتاعتي دي طريقة هي يا جماعة انا بتخطيف على اوانية اوانية مجرد كونفيرتر خط انالوج ودي طريقة سهلة وبسيطة لو انت شغال لين واحد بس موبايل مثلا خط محمول لك اما يكون عندك اكتر من خط ففي الحالة دي منلجا للايه دخلنا على اليو سي ام بتاعي بخطوات عادية خالص هنخش نقول له انا هعمل تمام هنخش احط له بتاعته بقى بتاعت اللي انا عملتها نحل له طبعا اهو انت هتشتغل ايه بير سيب ترانك ولا هتشتغل حسن ما انت عايز اللي اسم اللي انا هسميه الاي بي بقى بتاعه اهو الاي بي بتاع مين يا جماعة بترجوه اي بي اهو تمام هنخش نحط الاي بي بتاعنا طبعا من غير اي بي معيها ترانك عادي خالص ههو شغل معي شايفينه يا جماعة هيعمل ناتنج ما بينهم ولا لا حسن ما انت بتاعتك طبعا الديفولت احنا منشغل ناتنج ايه ايه اتكاريت بتاعي لو انت عامل ترانك بتاعي اي بي صح هتلاقيه اشتغل معاك اينا صح هادي بتاعتنا لقدخلنا عشان نتزبط التون بتاعته وحاجة بتاعته هادي جماعة هتلاقيه عندكم فيديو ع القناة خاص بالاا جاندس فينبك الكامل يعني تمام هادينا اختارنا المود بتاعنا طبعا هتلاقي كل المود ايه موجودة انت بتشتغل ايه اللي انت شغل ما اللي احنا شغلين عليه طبعا هارت بيديو يا جماعة ديكشن طبعا في جاند السريم عشان ايه يشايك تون كده لايف ولا امش اقتر من كده وطبعا مش هيك عليه كل وقته ايه مفاش ايه مش هنعدي الحاجات كتير هنا هي كده خلاص هقول له وابلوي طبعا احنا بنعمله هنا يا جماعة هي هي نفس الفكرة لو انت اشغال على ايزا بيل او اشغال على ايه هبص كده بتاعتنا ايه دي بتاعتنا ايه بص يا جماعة كتاب لي ايه في الفويس اوبر اي بي لسه ايه نوع تمام لو لاجعنا هنا كده او يا اسمح كتبت محتاجة لحظة مشتطة من كده اهي شايفينها خلاص حاس بلاقيه بكونيكشن ما بين الاتنين طب انا كده وتقول عندي ترانكة اخش بقى ازبط بقى ايه اللاوت باوندر بتاعي نبدأ بيه يا جماعة نبدأ بتاعتنا ايه دي هقول له ان المكالمات بتاعتنا هنسميها ايه مثلا هنسميها جو اي بي او اي اسم انت عايز مجرد اسم البتن اللي هي المكالمات اللي هيحولها الخط ده ايه طبعا ما تنساش لو انت نسيت عندك اللي هي البتن بتاعتك ممكن تجيبها اهي هكتب اللي بتاعتنا البتن بتاعتنا اللي هو هيحول على جو اي بي في الحالة بتاعتها اهي الاولة تلاتة والاولة زلو تلاتة وبعدد اللي هي الارقام اللي انا عايزها وطبعا الصلاحيات عادي من انا ومكالمات حسب ما انا عايز الشغل اللي بداه هتلاو موجود يا جماعة جاند السريم بلاي لست اصلا موجودة ع القناة عندنا تمام طبعا هيتلا عمانو ترانك هيتلا عمانو ترانك هيتلا عمانو ترانك هاهي اللي احنا مكاليتينها هحوله ايه هحوله اصيب الكونفجرشن عادية خالص يا جماعة تمام هدينا كده ايه حضرنا الاول باوند بتاعنا انها المكالمات لو انا هتتاصر اهي هتجرب تيست اهو هتاصر بالبتن بتاعتنا اهو هبدأ اتصل بص يا جمال انا بطلب راكم اهو اي راكم المجرد التست هادي الراكم اهو هادي اهو بتاعنا شغال اهو الرقم بتاعنا اذا كده نجحنا فلاول باوند انا اقدر اتكلم عن طريق مين عن طريق بتاعي طب انا كده عشان اتصل اطلع من عندي طب انا العكس بقى المكالمات اللي جايالي هيتروح ازاي على الاستيك بتاعي هقول له اهي هدخل هنا درجو اي بي ده في المسال ده فور شانل اربع قنوات اربع خطوط فبقدر ازبط كل خط زي ما انا عايز اهو وخلي بالنا من حاجة يا جماعة بصوا انا بقول له اتصل بمين بكتب له رقم تمام الرقم ده بفوض هيرروح يسأل عليه مين هيرروح يسأل عليه تمام لو اربع تمانيات هادخل هنا كده هقول له بقى المكالمات اللي جايالك على الرقم ده اللي هو مش موجود خلي بالنا هقول له اهي من الترنك بتاعنا هوا شايفين اهي البتن انهو اللي احنا حطينا فاكتين اربع ثمانيات ومنساش ان اندر اسكروب لها تمان اهو الهيلب بتاعك اهي افتقرنا حطيناها هي وديها فين بقى في الحالة دي هنقول له هي وديها اما على ايفيار او الاكستينشن معين حسب ما انا عايز وقول له ايه سيف ومنتهى السهولة جماعة خلصنا الاعداد بتاعتنا وادرنا نستقبل المكالمات ونقعد المكالمات عندنا شكرا موسيقى